في بريطانيا أبحاث جديدة لتطوير علاج للسرطان يعتمد على توظيف خلايا جديدة في الجهاز المناعي وتصل كلفة تطوير العلاج إلى نصف مليار دولار نتابع التفاصيل في أوقات الحروب يمكنك الانتصار على العدو إما من خلال تجنيد بعض أفراده للعمل معك أو أن ترتدي أنت نفس لباس العدو لتصل إليه وتقضي عليه هذا ببساطة ما يسعى باحثون بريطانيون إلى القيام به للتوصل لعلاج فعال لمرض السرطان من خلال الجهاز المناعي ودون الاعتماد على وسائل ما زالت غير ناجعة مثل العلاج الكيميائي أو الإشعاعي وهو ما وصف ببداية ثورة علمية جديدة الأبحاث تشرف عليها شركة بريطانية صغيرة إميونوكور والتي نجحت في توقيع عدد من عقود التمويل تصل إلى نصف مليار دولار تمنحها شركات طبية كبرى في محاولة لوضع يدها على علاج جديد للسرطان العلاج الجديد يعتمد على توظيف نوع معين من خلايا الجسم والمعروفة بالخلايا تي لكي تتخفى بين الخلايا السرطانية في محاولة لتدميرها العلاج الجديد أيضا يحاول التخلص من الآثار الجانبية لعلاجات السرطان التقليدية مثل عدم التمييز بين الخلايا السرطانية والخلايا السليمة وكذلك مراوغة المتبقة من الخلايا السرطانية القادرة على التكاثر والانتشار الباحثون يتخوفون من آثار جانبية مثل تحفيز الجهاز المناعي بما يفوق الحاجة أما المراقبون فتخوفون من أن يكون هذا الإعلان عن العلاج الجديد محاولة للدعاية من أجل الحصول على مزيد من الأموال للأبحاث على أي حال اكتشاف العقار حسب صحيفة الاندبندنت التي نشرت الخبر سيستغرق من خمس إلى عشر سنوات لكن الرسائل التي انهال بالمئات على موقع الصحيفة تطلب السرعة خاصة رسائل المرضى الذين يأملون في نهاية عدو يتسبب في وفاة ثمانية ملايين شخص حول العالم كل عام ترجمة نانسي قنقر